موسيقى سلام من الله عليكم أعزائي المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم والبداية كما عودناكم بإطلالة سريعة على أهم العناوين البداية من موقع اليمن اليوم وفيه نقرأ ذمار حملة حوثية تستهدف قرية المشاخر في الحداء وفاة ضابط بالأمن السياسي متأثرا بإصابته في تفجيرات مطار عدن عدن انفجار عبوة ناسفة وسط حي سكني 32 فنانا تشكيليا يمنيا في معرض إكسير العالمي بالعاصمة دمشق أحمد علي عبدالله صالح يعزي في وفاة الشيخ سنان أبو لحوم وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية الحديدة كسر محاولة تسلل الميليشيات الحوثية عبر خط زبيد وإخماد مصادر نيران استهدفت قرى آهلة بالسكان فريق هندسي يبطل عبوة ناسفة زرعها الحوثيون بين الخوخة والتحيطة شبح وجوع الأربعينيات تحت سلطة الإمامة باليمن تحذيرات أممية من أسوأ مجاعة اجتماع للسلطة المحلية في دوريهمي يناقش أوضاع المديرية الساحل الغربي أورد الآتي القوات المشتركة تحبط هجوما حوثيا غرب حيس مصادر نقل مختطفين من حيمة تعز إلى سجون حوثية بذمار ما بعد الحيمة الميليشيات الحوثية تقترب من مخلاف شرعب وكالت خبر طلعتنا بالعناوين التالية عدن البنك المركزي يستدعي شركات الصرافة للمساهمة في شبكة حوالات موحدة الحديدة كسر محاولة تسلل الميليشيات الحوثية عبر خط زبيد وإخماد مصادر نيران استادفت قرى آهلة بالسكان حملة حوثية تستادف إحدى قرى محافظة الذمار ميليشيا الحوثي تفرض ضريبة سياحة على المطاعم بالعاصمة صنعاء في موقع نيوز يمن نقرأ ملايين المستشفيات تذهب جبايا للحوثي أمراض البرد تفتك بالأطفال وسط تدني دخل الأسرة قتل الحوثي خلال عشرة أشهر ألف وأربعمائة وتسعة أطفال ستة عشر لواء واثنان وسبعون عميدا ومئة وسبعون عقيدا ومئة وخمسون مقدما وتسعة وثلاثون مهمشا وأجانب منع إدخال العصل اليمني إلى السعودية أزمة غاز منزلي تضرب شبوه الحوثيون يتعرضون لخسائر جديدة في جبهات جنوب مأرب موقع عدن الغطى لعنى بالعناوين التالية برئاسة لملس أمنية عدن تتخذ عددا من القرارات المعززة للأمن والاستقرار حملة لإزالة الأكشاك العشوائية بمديرية البريقة الحديدة لغم حوثي بحري يودي بحياة صياد تمنيت الموت تقرير يوثق معاناة الأسر المفرج عنهم من سجون جماعة الحوثي في اليمن في صحيفة الشارع نطالع حزب الإصلاح يعين جنديا في الجيش رئيسا لقسم مباحث الأموال العامة في المعافر سخرية من مطالب الناطق باسم محور تعز العسكري لتجشين ما اسمها معركة الحسم والحزم ثلاث جرائم منفصلة خلال الساعات تشهدها مأرب أودت بحياة خمسة أشخاص بينهم ضابط أمن ميليشيا الحوثي تستخدم مرسى في اللحيا لتجهيز ونشر القوارب المفخخة من الصحف العربية الشرق الأوسط الحوثيون مستاؤون من زيارة جريفث إلى عدن ويستبعدون حلولا وشيكا انقلاب يوليمن يهربون قياديا أمنيا متهما بقتل امرأة في إب الجماعة اعتقلت خمسة عشر شخصا من المتضامنين مع القضية تفاؤل بتحسن الاقتصاد والخدمات يشتاح عدن الحيمة ودللات المعركة تحت هذا العنوان أورد عبد السلام القيسي مقالا كتب فيه تمتد من شمال تعز إلى إب سلاسل قبلية متصلة بتضاريس واحدة وبعلاقات متشابكة وتقضع دوما لذات المصير وتبدأ هذه السلسلة من شمال محافظة تعز إلى الجزء الريفي من إب الذي يحاذي آخر مديريات تعز وتمتاز بذات التقاليد من القدمي وذات المصير ولهن ذات التركيبة الاجتماعية وهي حزمة قوية إذا حدث وتجمعنا بقلب واحد الهجوم الحوثي على الحيمة يدعون أمام نقضة مهمة يتجنب الجميع أو يغفل عن ذكرها وهي نية الميليشيات الحوثي إخضاع الجو سياسية القبلية المنطقة الجبلية الصلبة الممتدتية من مديريات التعزية وشرعبيتين في تعز إلى مديريات العدين الكثيرة في إب وتضاريسية التي تجعلها حصينة وتجعل الحرب بكفة أبناء البلد إذا ما حدثت الحيمة التي تتصل بذي السفال في إب وبعزلة الجعاش الشهيرة وبالعدين وحبيش ناحية إب تتصل أيضا وتوازي بقية عزل مديريات التعزية ناحية شرعب وكذلك شرعب السلام التي تتدخل مع العدين والعدين التي تصل إلى الرونة وخضورة هذه السلسلة الكبيرة وهذا المثلث الجبالي الممتد من بعد مديريات حيس بقليل إلى حبيش في إب ويمر على شرعب الرونة والسلام وجبال العدين بتشكيلة واحدة تجعل المليشيات تحاول بشتى الطرق إخضاعها وإذلالها ولذا كانت هذه الحملة ضد الحيمة بعد تأمين الحيمة لو حدث ذلك لصالح المليشيات الحوثية وقد بدأت التحرك من الآن ناحية عزلة الزواقر ومنها إلى عزل الأيفوة وقد بدأت هناك القلاقل وأمضرة القنابل والبوازيك منزل الشيخ درهم بن يحياء أبو فارع وتمثل أزلته امتدادا لشرعب السلام وظهري مخلاف شرعب وتكون بهذا قد أكملت الجماعة تفكيك المنطقة الصلبة إذ من قبل كانت هذه المناطق خاضعة سياسيا والمليشيات حواليها ولكنها الآن سوف تتفتت بفعل النية الحوثية وسيلتهمونها قطعة قطعة وعزلة عزلة وفي قراءة للخبر الذي سنناقشه طالعنا موقع وكالة خبر تحت عنوان شبكة حقوقية ارتفاع جرائم الحوثي في حيمة تعز إلى 134 انتهاكا أكدت شبكة حقوقية ارتفاع حصيلة جرائم مليشيات الحوثي في منطقة الحيمة بمديرية تعزية شمال محافظة تعز إلى 134 انتهاكا وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان لها إن الانتهاكات توزعت بين ثمان حالات قتل و24 حالة إصابة و63 حالة مداهمة للمنازل و45 حالة اختطاف وإخفاء قسري و21 حالة تفجير منازل وتحت هاشتاق أنقذ الحيمة من إرهاب الحوثي أطلقت الشبكة مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الحوثي بحق المدنيين في قرى وعزة المحافظة تعز جنوب غربي اليمن وشددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان لها على أهمية تدخل الدولي العاجل لإنقاذ أهالي عزلة الحيمة من الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحقهم جماعة الحوثي ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي من القاهرة الصحفي عبدالله فرحان أستاذ عبدالله مرحبا بك أهلا وسهلا أخي تامر فاصل قصير ولتصحيح المعلومة أنا لست صحفي وإنما محلل سياسي كاتب محلل سياسي إذن الكاتب والمحلل السياسي عبدالله فرحان مرحبا بك نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نبدأ النقاش أستاذ عبدالله يعني بعد خمسة أيام من الحملة الهمجية والبربرية الحوثية أعلنت ميليشيا الحوثي انتهاء العملية بنجاح لكن السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرين لماذا يعني وقفت الحكومة موقف المتفرج من هذه الانتفاضة والهبة الشعبية ولماذا تعاد إلى الأذهان يعني مسلسل ويعاد إلى الأذهان مسلسل الخذلان الذي شهدناه في حجور وفي أيضا مديرية ردمان بالبيضاء والآن يتكرر في منطقة الحيمة بمحافظة تعز بداية أخي تامر أنا رد على سؤالك بسؤال السؤال يقول من أجل ماذا كانت الحملة إيش راحوا يدورون إيش الذي يبحثوا عنه في الحيمة الحيمة طبعا تقدير تقول بأنها منطقة استثمارية لقلب الأموال تضاهي مجموعة شركة بتهل سعدان عام الحيمة منطقة زراعية تمتاز بزراعة القات تنافس مديرية ماوية إلى حد كبير الحوثيين يبحثوا عن مصادر دخل الحوثيين اتقهوا نحو الخيمة لكي يبسطوا نفوذهم على الأراضي الزراعية وقباية القات ولا آخره كانت في البداية طبعا موقع في الحيمة الآن من عدوان سافر على الحيمة هو للمرة الثالثة وليست للمرة الأولى كانت المرة الأولى في 19 ديسمبر تقريبا 2017 كانت عقب انتفاضة 2 ديسمبر في سنعة انتفاضة الرئيس صالح ضد الحوثيين نعم كان الشيخ سعيد الحربي في الحيمة يؤد من الرموز القوية في الحيمة ومناصر للرئيس صالح بقوة هم ذهبوا للتخلص منه وبعد ما تخلصوا منه تمام وغادر المنطقة إلى القاهرة عادوا مقددا إلى الحيمة لبسط نفوذهم أبناء الحيمة لم يستقبوا للذل لم يقبلوا أن يرضخوا لتكون أموالهم وأراضيهم غنيمة للحوثيين فالحوثيين أخذوا مبررات جديدة مزائم جديدة نواقه دواعش مش عارف إيش مطلوبين أمنين حتى الآن لم تنشر قائمة بأسماء مطلوبين أمنين من قبل الحوثيين بحيث أنه صدرت ضدهم أن هؤلاء أشخاص صدر ضدهم أحكام قضائية أو أوامر من النيابة لارتكاب جنايات واحد اثنين ثلاثة وإنما ذهبوا تحت مسمم واقهة الدواعش دخلوا الحيمة اقتاحوا الحيمة الآن هم باسطين على الأراضي الزراعية جباية علقات يخزنوا ويأخذوا لهم مصاريف تمام وضرائب ومش عارف إيش فالبعد الأهم بالنسبة لي الحوثيين هو البعد المادي الذي قائلهم يتقهون نحو الحيمة ذا السبب الأول السبب الثاني بأن الحيمة عزلة الحيمة هي من ضمن العزل الذي تمثل السياق أو الحزام الشمالي لمحافظة تعز تمتاز بتكاتف قبلين عندك الحيمة وعندك مخلاف وعندك شرعب الرونة وعندك شرعب السلام تمام إلى القعاشين هذه المناطق تمثل السياق الشمالي أستاذ عبد الله بما أنك ذكرت هذه المناطق يعني الواقعة في محافظة تعز هل الحملة الحوثية ستتوقف فقط عند المكاسب التي حققتها من خلال يعني السيطرة على منطقة الحيمة أم أن الهدف التالي هو القادم والمتمثل بالسيطرة على مخلاف شرعب وعلى المناطق الواقعة في عمق محافظة تعز السيطرة هم مسيطر إداريا ولكنهم هم يريدوا أن يوصلوا المشرف يعني ما يسمى بالمشرف الحوثي يوصلوا إلى كل قرية إلى كل عزلة يروح يعني لا تبيع البقرة إلا بعد ما تستاذن المشرف لا تبيع القاتل إلا بعد ما تعطي للمشرف نصيبه من القبارات يبقى السؤال الأهم ما هو دور محور تعز الذي يفصل بينه وبين الحيمة خطة الستين فقط نعم خصوصا أن قيادة المحور من خلال بداية هذا العام تحدثت بأنه عام للنصر وأن هناك معركة سميت معركة الحسم والحزم هنا كما قلت أين دور المحور وأيضا السؤال الآخر هو لماذا المحور نزل بقضه وقضيضه لرفاق معركة السلاح ضد ميليشيا الحوثي وتحديدا على قوات اللواء 35 مدرع وعندما استنجد به المغلوبين والمقهورين على أمرهم في منطقة الحيمة لم يحرك أي ساكن بالنسبة للمحور المحور نحن نعلم بأنه على مدار سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات حروبه مع الحوثي لم تعد إلا تحصيل حاصل وإنما الحروب الكامل تتقه نحو الداخل أبو العباس اللواء 35 استعداد نحو الساحل إلى آخره فلنفرض قدلا بأن المحور مش قادر يوصل إلى الحيمة طيب أنت بإمكانك بأنه من خلال مدفعياتك المتواجدة في قبل صبر أو في الإخوة أو في قبل قراء بإمكانك من خلال هذه المدفعية ومضاج الطيران بأنك تناوش ولو مناوش إلى خطة ستين مدخل الحيمة تضرب التعزيزات تفتح قبهات أصيفرات تفتح قبهات مفرق شرعب أقل حاجة من خلال فتح هذه القبهات بأنك تعطي لأبناء الحيمة متنفسة بأنهم يستطيعون أن يقاومون بينما أنك توقف صامت وتترك الحوثيين يقمعوا قواهم من كافة القبهات من حضران يقمعوها من من القروض وقمعوها من مفرق شرعب من ستين ويتقهوا نحو الحيمة والحيمة قرية أو عزلة إيش إمكانيتهم بأنهم لكي يصمدوا أو يوقهم أنا طالعت منشور كان للناتق الرسمي ليسمح وارتعزه ويقول بأنه نحن بحاجة إلى أباتي بحاجة إلى دبابات بحاجة إلى مصفحات بحاجة إلى وبينها يرقع يقول بحاجة إلى وقبات سريعة يعني عد كم باقي يقول بحاجة إلى الحفظات فقط أنا أقول بأنه الاستعداد العسكري أن تستعد بما أوتيت من قوة ما تنتظر شاخبي أنه بيقي لك المطار من السماء تمام ويسقط المطار وينبت دبابات ومدرعات أنت تواقه المعركة بما موجود معك القوة الذي جسده أهالي منطقة الحيمة وليس في جعبتهم إلا الأسلحة الشخصية يصبح لهنا أستاذ عبد الله أن أشرك معي عبر الهاتف الأستاذ محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أستاذ محمد مرحبا بك مرحبا فيك أخي وضيفك الكريم وجميع المشاهدين والمتابعين لك أهلا بك أستاذ محمد ومن خلال الخبر الذي أذعناه قبل قليل أنتم نشرتم تقرير تحدث عن توثيق 134 انتهاك لميليشيات الحوثي كان هذا التقرير قبل يومين وأنت تعلم أن الحملة استمرت حتى هذا اليوم وربما تزايدت أعداد الانتهاكات ما الجديد حول الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي في منطقة الحيمة طبعا أخي الكريم تقريرنا كان السابق هنا لمدة 72 ساعة ثلاثة أيام متواصلة يتعرض فيها أهالي منطقة الحيمة بتعز إلى القتل والتنكيل والاختطاف وتفجير المنازل وقصف مكثف من قبل ميليشيات الإرهاب الحوثي غياب تام للناشطين والمنظمات الحقوقية عما يحدث لأبناء الحيمة فهم يقتلهم بصمت ولا بواكي عليهم لم نع على مرة تاريخ ولم يشاهد اليمنين مثل هذا التوحش والإرهاب الذي تقوم به ميليشيات الحوثية اليوم أترتكب الميليشيات الحوثية بحق أبناء حيمة تعز من جرائم وإبادة يفوق وصف الإرهاب من خلال ذلك التمثيل بجثة القتلى وصح لهم وصحبهم بالأبقم العسكرية لم يفعلها حتى القاعدة وداعش أساليب متوحشة ومحاولة زرع الرعب في نفوس كل من سيقاوم هذه الميليشيات النازية سواء في الحيمة أو في غيرها وممارسة أبشع الوسائل وأعمال الإرهاب لم يحدث أن ارتكبت مثلها في تاريخ البشرية اليوم ميليشيات الحوثي لا تهاجب عزلة الحيمة بمديرية التعزية لوجود أسلحات أو مقاومة أو مقاتلين وإنما لشعور هذه الميليشيات بوجود رفض جارف في الوجدان الشعبي بين الرجال والنساء والشباب والشيوخ والصغار والكبار من مختلف مكونات شرائخ الحيمة لهذه الميليشيات الحوثية ولفترتها وثقافتها وسياستها وبالتالي تعاملت على إبادة جماعية لكافة أبناء الحيمة اليوم للأسف الشديد أعداد الانتهاكات تتزايت يوما بعد يوم وصلت الانتهاكات إلى آخر رصد استطعنا أن نصل إليه إلى أكثر من 400 انتهاك في هذه العزلة الصغيرة التي تبلغ مساحتها أقل من 12 كيلو متر مربع هذه العزلة الصغيرة اليوم تباد وللأسف الشديد بفن ونحن أعتقد أن نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية ومسؤولية إنسانية جميع المنظمات الحقوقية جميع هيئات الإغاثة جميع البعثات الدولية بما أنك أشرت إلى هيئات الإغاثة أستاذ محمد وقلت أيضا في حديثك بأنها تباد بصمت هل ترى أن الصمت المطبق الذي حصل لهذه الجرائم هو الذي أغرى الميليشيات على ارتكاب المزيد بدليل أن قلت خلال ثلاثة أيام ارتكبت الميليشيات 130 انتهاك والآن بعد خمسة أيام وصلت الانتهاكات إلى 400 انتهاك طبعا الصمت المطبق للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام هذه الجرائم هو شيء مؤسف جدا ومخذي للمنظمات الدولية التي صدعت رؤوسنا بحقوق الإنسان والعويل على حقوق الإنسان اليوم التعويل على المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة هو عبارة عن مضيعة للوقت وإهدار لحقوق المواطن وحقوق المدنية اليمني سواء الأطفال أو النساء الذي يذبحون على يد النازية الحوثية في منطقة الحيمة والأمل الوحيد هو التفاث اليمنيين جميعا مع أبناء الحيمة وتحويل قضيتهم إلى رأي عام محلي ودوني من خلال الضغط الإعلامي والحقوقي تبنيها في كافة المحافلة الدولية إضافة إلى ممارسة الضغط الكبير على الشرعية لتحريك جبهات تعز وإستكمال تخريرها ومنها مناطق الحيمة أما مسألة دعمها بالسلاح والمقاتلين كما يطالب البعض وينتقدوا مثلا بعض المحاور أعتقد أن ذلك مضيعا للوقت اليوم يجب على جميع اليمنيين أن يدركوا خطر ميليشيات الحوثي إذا لم نتوحد جميعا فسنظل مشاهد مثل هذه المعاشي والجرائم تتكرر علينا يوما بعد يوم نحن كيمنيين لم نكتفي بالجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في دمات وغيرها من المناطق اليمنية اليوم هذه الميليشيات الحوثية تبيد هذه المنطقة أو هذه العزلة للعلم أن عزلة الحيمة هي خاضعة لسلطة ميليشيات الحوثي وجميع أبناء الحيمة أشخاص مسالمون لا يمتلكوا سلاح تقيل ولا متوسط ولا لديهم خبرات أسكرية ولا لديهم مقاتلين لا يؤيدون حتى الشرعية وإنما يرفضوا فكرة الإمامات دخيلة علينا وعلى مجتمعنا وعلى عقيدتنا وعلى ديننا يرفضوا أن يتفعوا حتى الخمس بما أنك أشرت إلى هذه النقطة أن أتحول إلى ضيفي من القاهرة الأستاذ عبدالله فرحان أستاذ عبدالله الكثير من اليمنين باتوا يائسين من حكاية الخوض في السياسة وما يهمهم هو الحفاظ على أقوات أسرهم لكن هنا السؤال الذي يطرح إذا كان شخص رافض لسياسات الحوثي الابتزازية والإتاوات والضرائب وحملات النهب يعني من هو المسؤول عن حماية هذا الشخص سواء أكان ذلك في المناطق المحررة أو أيضا في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي أعتقد بأنه نحن نقول بأنه لدينا سلطة شرعية والسلطة الشرعية برئاسة الرئيس عبدالربو منصور هادي تحظى باعتراف العالم أجمع والأمو المتحدة ومجلس العام طيب يبقى بأنه كل مواطن يمني سواء كانت تحت في الأراضي الخاضعة لسلطات الشرعية أو الأراضي التي واقع تحت احتلال الميليشيات الحوثية فهذا المواطن هو بالمقام الأول من رعاية السلطة الشرعية ويقب على السلطة الشرعية بأنها هي التي تحميه هي التي تدعمه هي التي تقام بجانبه يعني مش معقول بأنه تطالب مني أنا كمواطن في الحيمة بأن أقوم أدافع أنا السلطة الشرعية في الحيمة أنا لا أمتلك مقاومات المقاومة لكي أننا أقاوم وأقف أمام دولة دولة مختطفة من قبل الحوثيين نحن كمواطنين نقول نحن نناصر الشرعية وسنقف بجانب الشرعية إذا الشرعية تحركت فنحن معها لكن ما تجيش تطلب مني الدور بأنني أقوم أنا بالدور وأنت تنصل حتى الآن لم يتخذ أي موقف من قبل الحكومة سواء من قبل محور تعز أو من قبل السلطات المحلية في تعز أو من قبل وزارة الدفاع أو من قبل رئاسة الوزراء أو من قبل الرئيس هادق ونائبوتك أهل حيمة كان هناك بيانات إدانة أستاذ عبدالله فرحان على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومارتين جريفث بالضغط على الميليشيات من أجل إيقاف هذه الحملة الهمجية إذن على عاتق من تقع مسؤولية نصرة المستضعفين في مناطق سيطرة الحوثية بالنسبة للإدانات الشرعية هي تمتاز جدا ببيانات الإدانات يعني وكأنها جمعية حقوقية مش دولة الدولة مطلوب منها تحرق قاد على أرض الواقع وليست بيانات البيانات تصدر من قبل منظمات وليست من قبل دولة الدولة مهامها بأنها تنقذ أبنائها المواطنين تنقذ رعاياها على الرئيس هادي على وزارة الدفاع على محور تعز بأن يتحركوا تحرق قاد لإنقاذ أبناء محافظة تعز وأبناء المحافظة الأخرى الذي يعانو الأمرين يعانو خذلان الشرعية ويعانو اقتياح وإضطهاد من قبل الحوثيين يعني سبع سنوات ونحن نعيش المر وفي النهاية كل ما نلقاه نحصل على بيانات إدانة فقط بالعودة إليك أستاذ محمد بما أنه للأسف الشديد قد وقع الفأس في الرأس فيما يخص منطقة الحيمة ربما لم يتبقى من دور فاعل سوى في توثيق جرائم ميليشيات الحوثي وعرضها في المحافظ الدولية وأيضا تقديم ملفات بهذه الجرائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ألا تعد أيضا الفيديوهات التي نشرتها العناصر الحوثية وهي تنكل بجثث أبناء الحيمة تعد دليلا على الإدانة أنا أريد أن أوضح قبل الإجابة عن سؤالك أنه لا يمكن أن نتوقع من الحيمة أنها تصنع المعجزات أو أنها ستقف أمام هذا الغزو الميليشيوي لكن يكفيها فخرا وشرفا أنها تمثل وستمثل كابوس وأرق مباجع قيادة الميليشيات الحوثية ويقلق حياتهم ويربق حسابتهم طوال الأيام والأشهر القادمة حتى ولو لم تفعل شيء يكفيها فخرا وقفت وصمدت في وجه ميليشيات الحوثي ورفضت جميع قراراتها وتوحد جميع أبناء الحيمة ضد قرارات ميليشيات الحوثي حتى ولو لم تقاوم لك أن تتخيل مجاميع مدججة من هذه الميليشيات الحوثية تمتلك الأسلحة التقيلة والمتوسطة والخفيفة أكثر من مئة عربة عسكرية تهاجم منطقة صغيرة لا يمتلك حتى مقونات الحياة اليوم الحيمة لا يمتلك أبناءها حتى المقاومات الأساسية للحياة ما بالك للحرب نحن اليوم لا يمكن أن ندعو أبناء الحيمة أن ينتفضوا ضد هذه الميليشيات وأن يحملوا السلاح ويقاتلوها فيحصل بهم كما حصل بأبناء حجور ونحن هنا لا نخذلهم ولكن للأسف الشديد لا نريد أن يتجرأ اليمنيون أكثر ويتشردوا ويتركوا منازلهم ويتهجروا ثم لا يجدوا ما يأكلوا بعد ذلك نحن للأسف الشديد لا زالت مأساة حجور موجودة ولا زالت المأسف كثيرا اليمنين موجودة بل نسبة عن سؤالة هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم إطلاقا والفيديوهات وحدها لا تكفي أن تكون دليلا واضحا على جرائم ميليشيات الحوثي نحن في الشبكة اليمنية شكلنا فريق ميداني للنزول إلى عماكن الجريمة ومقابلة الضحايا والاستماع إلى الشهود وتوذيقها ورفضها وفقا للآلية الدولية المحددة في مجلس حقوق الإنسان والمحددة وفق المنظمات الدولية لكننا للأسف إلى اللحظة لم نستطع الوصول إلى هذه المنطقة خصوصا أن الميليشيات الحوثية تطوق عليها من جميع الاتباعات تقومها العسكرية بأسلحتها بمدافعها بقضائفها اليوم مدافع ميليشيات الحوثي وثواريخ الكاتيوشا وقضائف الهون والهوذر وكذلك مضاد الطيران تتساقط على أبنى هذه المنطقة الصغيرة ليلا ونهار كل ثانية وهناك جرحة للأسف الشديد توفوا بسبب عدم نقلهم إلى المستشفيات هناك في هذه المنطقة حوامل أجهضات بسبب الرعب والخوف والخسارة التي تلاقيهم قبل ميليشيات الحوثية ما نطالبها الآن من التنظمات الدولية من وقالات الإغاثة القريبة من محافظة تعز يجب عليها سرعات إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المنطقة يجب عليها تسيير قواف الإغاثية وتسيير قواف الإنسانية لأن هذه الميليشيات تحاصر كل شيء وتمنع الغذاء والماء والدواء وتقوم بحرب ظالمة ضد الأرض والإنسان في هذه المنطقة ونحن من هنا ندعو جميع المنظمات الدولية إلى تصليف منطقة الحيمة ضمن التوارث الإنسانية التي أجتاحتها ميليشيات الحوثية الأستاذ محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك والآن نتوقف عند مقال للكاتب محمد عبد الرحمن بعنوان صنعات تختنق بالوجوه الإيرانية لا أحد يحب أن يرى بلاده عاصمة رابعة لدولة أخرى مارقة ولا أحد يريد أن تتزين شوارع مدينته بصور قتلى دولة إرهابية فقط عبد الملك الحوثي من يقبل أن تدنس بلادنا وتعلو صور قتلى إيران على شوارع صنعاء وحده الحوثي يقدم بلادنا قربانا رخيصا لعمائم طهران تختنق صنعاء بالوجوه الإيرانية وتمتلئ بتواجد عناصر الحرس التوري وكأنها فعلا عاصمة جديدة لإيران لا يستطيع الحوثي الوكيل الحصري لطهران أن يحكمها وحيدا بدون مساعدة ويعمل على تدليل العقبات وتهيئة الأجواء المناسبة لاستكمال ابتلاعها ولا يكتمل ذلك إلا بويود عناصر الحرس التوري في شوارع صنعاء عندما استعان سيف بن ذي زنب الفورس كان ذلك مقابل دحر الأحباش لكن الحوثي يجلب لنا إيران بكل إرهابها ليخضع اليمنين من أجل أن يحكمهم ومن أجل أن تكون صنعاء قاعدة لإيران لأنشطتها في المنطقة تحول وجه صنعاء العروبي إلى وجه ملامحه فارسية لم نعد نستطيع التمييز بين صنعاء اليمنية وصنعاء إيران لقد اكتست ثوب الثقافة والطائفية الإيرانية لقد اضمحل وجهها اليمني واعتراها البؤس والجهل وعلى رأسها عمامة سوداء عملية تجريف صنعاء من ثقافتها وانتمائها لليمن تسير بخطوات سريعة ومدروسة تذهب بعيدا عن أعيننا وتضمحل بين ثنايا جوارحنا الجائعة والمخذولة نقول صنعاء صنعاء ترد علينا بصمت عجيب ولغة بلون الدم والوجع الأكثر وجعا على اليمنيين بعد سنوات من الحرب والجوع والتهجير والإرهاب الحوثي هو أن يتم استبقاء الوجوه الإيرانية تخنق صنعاء من خلال التفاوض السياسي ولابد قبل التفاوض أن يتم استعادة وجه صنعاء اليمني ودحر التواجد الإيراني ولن يتم ذلك إلا بالبندقية والدماء الزاكية أهلا بكم مجددا وأرحب بضيفي من القاهرة أستاذ عبدالله فرحان كما جاء في المقال إذن صنعاء تختنق بالوجوه الإيرانية والسؤال هنا خطورة استبدال الهوية والثقافة الوطنية بالمشروع الإيراني الذي يكرس ومن خلال مقاطع الفيديو التي تابعناها قبل ساعات للأشياء المستوردة من إيران وخصوصا النشيد الوطني الإيراني الذي عزف في فعالية حوثية ومن قبل ذلك القسم قسم الولاء الطائفي لدى تخرج مجموعة عسكرية تحديدا من كلية الشرطة ما خطورة التوغل الإيراني في اليمن خصوصا فيما يتعلق بالجانب السياسي والثقافي كان قبل أربع سنوات أربع إلى خمس سنوات تقريبا قد أعلنت السلطات الإيرانية بأن سنعها العاصمة الرابعة لإيران الذي حاصل الآن استيراد من إيران للفكر والثقافة لطمس الهوية حتى المنهج الدراسي الكتب التعليمية من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثالث الثانوي عملوا على تعديل المواضيع التعليمية في المنهج الدراسي عملوا على إنشاء جامعات على الطريقة المذهبية الطريقة الشيعية دخول السفير مؤخرا إلى صنعاء وحسب معلومات بأنه قد تم تزويقه في صنعاء يعني لدخال الترابط الأسري الفارسي اليمني حتى أنه نتحول إلى نسخة فارسية بامتياز فهذا الذي حاصل مؤخرا وأعتقد بأن كل ما يحصل الآن هو عبارة عن قنابل موقوطة للقادم يعني ما بنكتفيش بما هو حاصل الآن نحن ننشأ الآن نقوم على إنشاء قيل مفخخ قيل مفخخ فكريا عقائديا لا يمكن أن نتعايش مع الآخر يعني خلق الهوى بين السيد بين القبيلي بين الآخر هو كما قلت وهذا بالتالي يعني يشكل خطرا كبيرا على أي تسوية سياسية خصوصا أن الميليشيات لا تنطلق في القبول بأي عملية سلام إلا من مصالح إيران وتضع المصلحة اليمنية جانبا لم يتبقى لدي سوى أن أترككم أعزائي المشاهدين مع فقرة الرسوم الكاريكاتورية ولكن قبل ذلك أتوجه بالشكر الجزيل لضيفي من القاهرة الأستاذ عبدالله فرحان الكاتب السياسي كما هو دائما وأبدا لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر